السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعة حال التقرير النهاردة 26 مارس 2020 التقرير بتاع الدول وبتاع العالم كله عدد الحالات وصلت إلى 438900 وده الأرقام ديت وقت ما عملت التقرير وقت ما كتبت يمكن من 4 أو 5 ساعة دعنا نرى آخر الإحصائيات في الموقع شفتوا آخر الأرقام يعني من 4 أو 5 ساعات كان 438000 دلوقتي بقى 472000 وعدد الوفيات 21000 وكسر شفتوا فرق زيادة سبحان الله فرق كبير بس أنا هبني الكلام دلوقتي على الإحصائيات على الكلام اللي أنا كتبتهم من حوالي حوالي 4 أو 5 ساعات تقريباً فـ 438000 بزيادة 101000 ديت بزيادة عن خلال 48 ساعة من يوم من يعني من 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 يوم 24 لحد النهاردة يعني إيه حوالي متوسط 50 ألف كل يوم زيادة ده عدد الإيه الإصابات الجديدة أما عدد الوفيات الجديدة فـ عدد الوفيات 19800 زي ما انت شفتوا الرقم حالياً بقى 21000 وشوية فـ عدد الوفيات وقت ما عملتها من 4 أو 5 ساعات كان بهذا الشكل بزيادة 5000 وفيات خلال اليومين يعني متوسط 2500 حالة وفاة خلال اليوم الواحد دي الإحسائيات اللي أنا عملت زي ما قلنا لكم من 5 أو 6 ساعات برضو مبنية على الموقع اللي هو بتاع worldmeters.com .info ما عرفش بقى وقت ما يوصل لكم الفيديو ده لأنه بيحمله على النت والنيت الأيام دي مش دعيف بصراحة بياخد له كمان 3 أو 4 أو 5 ساعات أحياناً على ما يتحمل فشوفوا المقارنة 101 ألف زيادة في عدد الإصابات يعني 50 ألف في اليوم ده عن يومين قبل كده الزيادة في اليوم كانت 31 ألف يعني زيادة في عدد الإصابات بصراحة بتتصاعد جداً جداً وهو متوقع أن الأسبوع ده الأسبوع الجيد بيسموهم أسبوع الزروة اللي ربما تكون فيها الحالات أقصاها هتوصل للحد الأقصى بتاعها وده قلنا ليه لأن دية الحالات اللي أصيبت قبل فرض الحزر قبل فرض الحجر وقبل إغلاق المدن والبلاد وكده فمتوقع أنها تزيد لعنى خلال الأسبوع ده وقد تصل إلى الأقصى بتاعها وبرضو نتيجة كسرة عمل التحاليل لأنه كل ما بيعمله التحاليل أكتر كل ما بيعمله التحاليل أكتر كل ما بيشفعه إصابات أكتر وده طبعا كويس لأنه كل ما تكتشف الإصابات اللي موجودة فعلا ها أكبر كمية من الإصابات الموجودة بتقدر تاخد معهم الإجراءات وتعزلهم وبالتالي بتقل فرصة انتشار الفيروس فمتوقعين خلال الأسبوع ده ويمكن الأسبوع الجاي يبقى فيه برضو مازال زيادة كل يوم في الأعداد بس بعد كده الأعداد يمكن زيادة اليومية هتبتدي بدل ما هي بتطلع كده ربما تبقى مسطحة وبعدين إن شاء الله بعدما تبقى يعني هي طالعة دلوقتي كده لفوق لفوق بعد كده تبقى إيه؟ مسطحة زي إيه دي كده وبعدين تبتدي تنزل إن شاء الله ده المتوقع بإذن الله تعالى قلنا الوفيات الزيادة خمس تلاف في اليومين يعني ألفين وخمسمية قبل كده كانت الزيادة ألف وستمية فارق اليوم بتاع أربعة وعشرين عن تلاتة وعشرين الشفاء أربعتاشر ألف الفارق خلال اليومين يعني فيه سبع تلاف متوسط في اليوم الواحد يعني فيه برضو نسبة شفاء برضو نتعشن برضو إن الشفاء نسبته تزيد ليه لأن فيه وسائل العلاج دلوقتي أحسن يعني وهيقراب وقريب قوي قوي يوصلوا للعلاج النهائي الفعال هو دلوقتي فيه حاجات يعني وردة صمعة والدول بدأت تجربها على نتاق واسع وهتكلم عن الكلام ده حالات الماضية فيه حالات الماضية فيها فيه فيه ما بعد فيه 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 فيها أكثر تجربة على مستوى العالم بتعملها منظمة الصحة العالمية الحالات الحرجة ثلاثمية وستة ألف حالة حرجة منهم 96% حالات خفيفة و4% حالات حارجة الرقم الأولاني ده الحالات الناشطة 306.700 حالة ناشطة منهم 13.000 حالة حارجة 4% ومنهم 293.000 دول حالات طفيفة طبعاً الحالات الطفيفة في الغالب الحالات الطفيفة في الغالب ما بتبقاش طفيفة بقى زي البرد والحساسلة صحيح حتى لو كان فيها علامات مشتركة بس بتبقى الدرجة شديدة الحالات الطفيفة اللي احنا بنقول عليها ده بيبقى الواحد تعبان وممكن يكون نايم في السرير ماشي يعني مقارنة بالبرد وكده بتبقى شديدة لكن هي احنا بالنسبة لفيروس كورونا بنقول عليها طفيفة لانه ما زال يقدر يداري نفسه هو عامل عزل شخصي في البيت او في مكان منفصل عن بقيته الاسرة فعشان كده بنقول عليها طفيفة ماشي وبنسميها طفيفة مقارنة بالحارجة اللي هي لازم يبقى مستشفى لازم يبقى مستشفى ولازم اكسجين او حتى لو ما كانش اكسجين بيبقى ايه التنفس الصناعي الخبر اللي انا عايزه لكم انه هو ايه منظمة الصحة العالمية اللي هي الوه اتش اير بتعمل دلوقتي تجربة عملة قسمها ميجا ترايل على الادوية من عدة دول في العالم على مستوى العالم كله فمفتوح لأي دولة تحب تشارك عملين موقع وكل دولة عايزة تشارك بتشارك بتدخل بيانات المريض موقع كده ويسجلوا نفسهم فيه ان شاء الله هكلمكم عن مسألة المشروع بتاع منظمة الصحة العالمية اللي هو الميجا ترايل التجربة العملاقة العالمية في الفيديو الجاي بعد ساعتين تلاتة كده انا كنت بسجل فرح الفيديو قطع مني مش عارف لي فقلت يلا ابعت لوك المجموع دي وبعد ساعتين ولا حاجة اعمل لوحده موضوع منظمة الصحة العالمية فانتظروني ان شاء الله يا اما هعمل بس مباشر اتكلم عنه يا اما هعمل لوكو فيديو باذن الله تعالى اشوفكم ان شاء الله على كل خير في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته